اهلا بكم قامت ميليشيا الحشد باغلاق مقرات لمجامع منها بذريعة انها مقرات وهمية رغم انها كانت قبل اشهر فقط تعد مهمة في نظر الميليشيات والسلطات الحكومية في الملف الامني وهي الخطوة التي قرئت على انها مرحلة جديدة من التصفيات بين هذه الميليشيات التي تغولت في الواقع العراقي سياسيا وامنيا برغم الحديث عن ان هذا الاجراء هو لكبح هذه التنظيمات المسلحة التي تزعم ارتباطها بميليشيا الحشد الميليشيات الطائفية ودورها في الواقع العراقي سياسيا وامنيا هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار وسنطرح فيها الاسئلة التالية هل باتت الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة النسخة العراقية من الحرس الثوري الايراني وهل ما جرى من اغلاق لمقرات عدد من هذه الميليشيات هو لكبح جماحها ام هو معالجة شكلية واعلامية فقط وهل دشنت فعلا مرحلة التصفيات بين هذه الميليشيات بعد انحسار العمليات العسكرية ضد مسلحي تنظيم الدولة وهل يتوقع نوع من المواجهة العسكرية بين الحكومة وهذه الميليشيات ذات المرجعية الايرانية الواضحة جراء التنامي السخط والغضب الشعبي من ممارساتها ضيوف الطاولة رافع الفلاحي عبد الحميد العاني فارح الخطاب تواصل الاذرع الايرانية في العراق توسيع نفوذ ولاية خامنعي من خلال اطالة اظافر ميليشيات الحجد التي لم تعد مخلب القطة الايراني بل الغول الذي يبتلع كل مؤسسات العراق فمنذ الغزو الامريكي للعراق جهدت طهران في تكريس سلطتها على امتداد بلاد الرافدين الى ان جاءت الحرب ضد تنظيم الدولة فكانت فرصة ملائمة لتعبيد طريق الحلم التوسعي الايراني من خلال رسم خريطة نفوذ تكرس الطائفية والفتنة ومشاريع التقسيم على المنطقة العربية كاملة الحكومة اصبحت تحت سلطة ميليشيات الحجد الاولى تطلق تصريحات متكررة بشأن نزع سلاح الثانية بينما واقع ميليشيات الحجد يناقض تلك التصريحات فيوما بعد يوم تزيد من تسلح هذا المصدر الايراني بل واصبحت تحدد من يحمل السلاح بالعراق ومن ينزعه بمجرد اي خلاف وليست حادثة اعتقال القيادي فيها اوث الخفاجي ببعيدة عن هذا المشهد هي دولة داخل دولة كما تصفها صحيفة الاندبندنت البريطانية ونسخة طبق الاصل عن الحرس الثوري هكذا هندستها ايران وجندتها للقيام بعمليات قتل واعتقال وسلب ونهب على مستوى المحافظات العراقية كافة بعض من كان يستخدم الحجد الشعبي كما ظل للقيام بعمليات اغتيالات وايضا عمليات نهب وسلب ليس فقط على مستوى العاصمة بغداد وانما حتى على مستوى المحافظات التي رافقتها عمليات تحرير نفوذ ميليشي الحجد السياسي طغى على تشكيلة حكومة العبادي وفي عهد عبد المهدي وصل هذا النفوذ الى درجاته القصوى بحيث اصبح من الصعب ضبط سلوكها حتى في ظل التوجه الامريكي المفترض لتقليص نفوذها ابدأ قادة ميليشي الحجد امكانية التوافق بينهم وبين امريكا وتخلين بذلك على لهجة الساخنة ضد المحتل الامريكي القوات الاجتماعية موجودة امريكان استطعنا ان نخرجهم من الباب ولكن عادوا من الشباب ويجب علينا ان يكون لدينا طرح واضح وخطة واضحة حتى اذا قررنا ان تبقى قوات امريكية يجب ان تبقى بتوافق باتفاقية من خلال البرلمان اهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في دور الميليشيات الطائفية وفرق الموت في ضوء التطورات الجديدة في العراق من حملة لاغلاق عدد من مقرات هذه التنظيمات بحجة انها مقرات وهمية ضيوف الطاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي ودكتور عبد الحميد العاني مسؤول قسم الاعلام في هيئة علماء المسلمين ودكتور فالح الخطاب الكاتب والباحث السياسي مرحبا بالضيوف الكرام جميعا دكتور رافع لو بدأنا من اخر معطى وهو حملة الحشد ميليشي الحشد لاغلاق مقرات بذريعة انها مقرات وهمية تدعي او تنتحل صفة الحشد وهي غير مرتبطة بالحشد هذه الخطوة في اي سياق تقرأ هل فعلا تنفيذة لوعود حكومية بحصر السلاح بيد الدولة لتنظيم عمل هذه التنظيمات فعلا لتنقية ميليشي الحشد ممن يدعي ارتباطها ام القضية فيها ربما اهداف اخرى بسم الله الرحمن الرحيم بداية يعني هذه الخطوة ليس لها علاقة بحصر السلاح او قضية تقنين عمل الميليشيات او الضغط عليها او تقليل اعدادها هذه ليس لها علاقة بهذا الموضوع القضية ربما جزء منها اعلامي وجزء والجزء الاخر يرتبط بايران يرتبط بتعليمات واضحة من ايران المرجع الاساسي لهذه الميليشيات هي التي تتحكم بهذه الميليشيات لكن هناك اقادة في الميليشيات وعناصر الآن في السجن يعني زجبين في السجن نعم نعم سأقول لماذا اولا هؤلاء الذين زجوا بالسجن هؤلاء كانوا وكنا كلنا شهود عليه كانوا جزء من هذه الميليشيات وكانوا مثل ما يسمونهم قوات الحشد او هذه التنظيمات الميليشياوية الكبيرة فيه جوهم على الفلوجة فيه جوهم على الرمادي فيه جوهم على الموصل كانوا اعلاما وكانت كل فضائيات هذه الميليشيات تسلط عليهم الضوء رأس حربة في هذه الحرب رأس حربة كانوا وكانوا يصرحون وتصريحات قوية واحدهم يعني كان يصول ويجول في بغداد وفي محافظات ويطالب بيعدام ناس ووصل الحال للخفاجي ان يقف على اطراف الفلوجة ويتهم الفلوجة بأنهم رأس الأفعى وبعدها ينتقل إلى الناصرية ويطالب بيعدام الناس والمسؤولين بالدولة كلهم يتصلون به يعني للطلب منه فترة معينة لكي ينفذوا ما يريد هذه الحقيقة هؤلاء جزء من هذه المنظومة الميليشياوية العصابية التي تتحكم العراق لكن هناك تصفيات جزء من هؤلاء لا يؤمنون يعني تباعياتهم بالمرجعيات تختلف هناك هذه الميليشيات تباعياتها تختلف بالمرجعيات هناك مرجعيات تؤمن بولاية الفقيه وإيران يجب أن تحكم واتجاه هذه الميليشيات وصولا إلى ما سنتحدث عنه إن شاء الله وصولا إلى الحرس الثوري جعل هذه الميليشيات الحشد اللي يسموها حرس ثوريا مثل إيران هذه جزء من عددها والقسم الآخر له مرجعيات أخرى لا تؤمن بولاية الفقيه فهذه لها نظرة أخرى حاولوا أن يثنوهم هل هذا مدعاة لصراع بين هذه الميليشيات بسبب اختلاف المرجعيات أو المسار أو التوجه هذا جزء منه أما جزء الآخر جزء الأكبر هو ما متوقع فعليا هذه المجامع هي من البداية عصابات لديها مقططة معي بغض النظر عن الضابط بغض النظر عن القوى المسيطرة عليها مهما كانت سيطرتها فهم بشر هم جاميع تتحرك لكسب مساحات معينة فبالتالي تصطدم تصطدم متطلباتهم مصالحهم مع مصالح ميليشيات أخرى والتالي تقوم خصومات بينهم وهذه هناك مكاسب فيها مكاسب مالية مكاسب معنوية مكاسب وظائف هذه كلها محسوبة فلذلك المواجهات بينهم المثير في هذه القضية أنهم كلهم يتحدثون أن في العراق دولة وليست الميليشيات هذه الميليشيات يصمونها حشد جزء من الدولة وهناك قائد عن قوات المسلحة لكن من قام بغلق المقرات فيدعون أن هذه الميليشيات تابعة للحكومة والحكومة هي المسؤولة عنها وهي جزء من المنظومة الأمنية لم تقوم المنظومة الأمنية بغلق هذه المقرات مثل ما يعني حضرتك سألت هل لحصر السلاح؟ لو كانت الدولة لديها مشروع لحصر السلاح أو للحد من هذه العصابات وخارج التنظيمات لكانت الدولة تحركت الجيش تحرك القوى الأمنية تحرك لكن من تحرك والحشد الحشد لوحده تحرك هو من قام باتخاذ القرار وتنفيذ القرار بما أعزل عن الحكومة والدولة نهائيا حتى أن المتهمين سيعرضون أمام محاكم محاكم خاصة بالحشد بالحشد هذا يعني دولة أخرى يريدون أن يقولوا وهذا واضح لإعلان واضح إعلان إيراني واضح وإعلان ميليشيوي واضح أن الدولة دولة ميليشيات وليس الدولة هذه الحكومة تابعة لميليشيات هذا السؤال المهم دكتور دولة دولة ميليشيات تحدث دكتور عبد الحميد دكتور رافع عنه يعني ذكر أو جاء على إشارة على أنه الضابط لهذه الميليشيات المعروف أنه هذه الميليشيات منضوية في أغلبها في ميليشيا الحشد وهي مؤسسة أمنية صوت عليها البرلمان تتبع القائد العام للقوات المسلحة إذا لم تكن الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة هو من يضبط تحركات وتوجهات وعمل هذه الميليشيات إذن من الضابط؟ يعني بزاية لا بد أيضا أن نسأل سؤال ربما نتحدث دائما ونقسم الموجود عسكريا أو قوات أمنية حكومية وميليشياوية هي حقيقة حتى الأجهزة الأمنية نتذكر كيف تأسست أنها تأسست من الميليشيات دمج الميليشيات والدمج والقرار الأول لبلها فالميليشيات هي لها وجودا وجود براية ميليشياوية التي هي الحشد ووجود منتشر في هذه الأجهزة الأمنية هذا واحد اثنين هذا الآن الذي جرى منذ 2003 إلى الآن هي استمرار لدولة الميليشيات سيطرة لكن اليوم يراد لهذا الصوت أن يعلو على صوت الدولة وما حدث أشار الدكتور قبل قليل ما حدث هي مجرد فقط نوع من الصراع صراع على النفوذ وتصفية حسابات فيما بينهم وقضية تنظيمية هناك سرقات هناك أموال هناك سيطرة بعض هذه الشخصيات بعض هذه الميليشيات ربما تجاوز الحد فيراد من وراء هذه الحركات أو هذه التحركات هي نوع من إعادة طبط صفوفهم وتنظيمها وإلا نسأل سؤال الآن في هذه الحكومة الجديدة التي هي يراد كما يقال أنها أو يدعى أنها تريد أن تسيطر كذا في الميزانية 2019 خصصت من الميزانية خزاز الدولة مليار وسبعمائة ألف سبعمائة مليون دولار للحجد فعما ذلك أنه الحجد هو مؤسسة قائمة بذاته بل هي الكلمة الأولى والأخيرة يكون لها هو ما ذكرتم قبل قليل أنها هذه الميليشيات التي تغلق أو يدعى الآن أنها تغلق مقراتها من يقوم بها تقوم بهذه الميليشيات يعني الثانية سيعرضون على محاكم خاصة إلى غيره لكن حقيقة هذا مكشوف للناس جميعا لكن للأسف رافق هذه الحملة نوع من الحملة الإعلامية التي يراد بها خداع الشعب العراقي وكأن القضية قضية تصحيح حتى أنه من ضمن الأخبار التي أشيعت على أن هذا يهكي المفارقة دكتور حتى الذين يقومون بهذه العملية عملية التنظيم عملية إغلاق المقرات تنظيم عملها هم أيضا في محل تهمة من قبل الرأي العام أنهم لا يختلفون بشيء عن من يغلقون مقراتهم ولذلك قلت أنه مكشوف هذا للشعب العراقي يعني كلاهما هم شركاء نعم فلذلك هو اختلاف شركاء لكن من ضمن هذا التهويل يعني يراد أنه يصنع وهذا في المدة الأخيرة طبعا ترافقت كثير من الأحداث ويراد منها صناعة رأي عند الشارع العراقي أنه أمريكيا قادمة كمنقذ وكمخلص ولذلك من ضمن الأخبار التي أشيعت في الفترة مدة الماضية أنه وخذا خبر يعني نشر بقوة على أنه هذا تم بناء على طلب أمريكي لغلق هذه المقرات الميليشيات وأن هذا يتم في إطار حصر السلاح بيد الدولة بالمناسبة الأمس في الليل كذب رئيس وزرائهم عادل عبد المهدي مثل هذه الأخبار ويقول لا يوجد مثل هذا الأمر والدليل الذي يؤيد هذا التكذيب ما ذكره الدكتور قبل قليل أن هذه التصفيات هذا الإغلاق يتم بيد نفسهم الشركاء إذن هي صراع شركاء وكأنه صراع على تقسيم الحصص أو المسلوقات من هذه النقطة دكتور فارح الخطاب يعني هناك من يذهب إلى أنه مرحلة التصفيات بين هذه الميليشيات قد بدأت الآن بدأت هذه العملية السؤال الميليشيات وذكر دكتور عبد الحميد منذ 2003 هي دولة ميليشيات تتقاسم النفوذ والسلطة والمغانم والأموال ومقدرات العراق جميعا لماذا طفى إلى السطح هذا الصراع الآن بهذه القوة أن الشركاء يذهبون إلى شركائهم فيتهمونهم باتهامات كثيرة ويعتقلونهم ويعتقلون قادتهم فيزجون فيهم لماذا الآن بسم الله الرحمن الرحيم بادي أذي بدأ يجب حقيقة من الضرورة أن نتوقف قليلا يعني لثواني عند فكرة الميليشيات الميليشيات هذه نشأت في إيران أولا هذه نشأت في الثمانينات في إيران وكلنا يعلم ذلك المشروعية والترخيص والاعتماد لهذه الميليشيات وتشريعها كمنظمات مشروعة إجا من قبل الاحتلال الأمريكي وإجا بشكلين الأول عندما دمجت في ما يسمى الجيش الجديد ونعلم بقضية الدمج ثم جاءت من خلال اعتماد الاحتلال من عام 2003-2004 السنوات الحاسمة المظلمة السوداء اعتمد على هذه الميليشيات وفرق الموت والتي فتكت بالعراقيين وخصوصا كانت المعادل الموضوعي للمقاومة العراقية ونعلم ماذا فعلت إذن هذه الميليشيات إيرانية في الأساس ولكن تم اعتمادها والتصريح لها أمريكيا قوات الاحتلال اعتمدتها ثم جعلتها من خلال يعني الأمر الواقع داخل منظومات ثمية الجيش وفرق الموت اللي قناة الرافدين بثت فيلم عن خبراء في الإرهاب قاموا بنيغربونتي وغيرة وغيرة قاموا بعمليات كثيرة جدا من خلال هذه الميليشيات هذا أولا ثانيا عندما بدأت الثورة السورية اقتضى الأمر الواقع سياسة إيران الخارجية ولأن الميليشيات مرتبطة بإيران عمدت إلى توجيه هذه الميليشيات للقيام بالمساهمة في الدفاع عن نظام بشار الأسد وكلنا يعلم ماذا فعلت هذه الميليشيات فعلت الأفاعيل وقامت بأدوار كبيرة جدا حتى إذا ما تقريبا انتهت هذه الصفحة من الثورة حتى الآن على الأقل وعادت للإراق الآن أصبح الوضع في الإراق وضع خطير لماذا؟ لأنه في الوقت الذي شهد الإراق تزايدا توالدا كثيرا لميليشيات ليس لها حد وليس لها عدد بعد فتوى السستاني نعم صار هذا الانشطار أو الأعدادك بعد فتوى السستاني بالجهات لا قبل الحشد التي ذهبت إلى سوريا والتي بقيت في العراق شهد هذا أيضا بالمقابل انكفاء ما يسمى الجيش الفساد والمحاصصة الجيش تفكك وأصبح عبارة عن هيكل وكلنا يعلم بالفضائيين والأرقام الفضائية إذن لما عادت هذه إلى العراق في الفترة الأخيرة يبدو أن الأمريكان انتبهوا إلى مسألة خطيرة جدا جدا وهم انتبهوا عليها من السابق لكن لم تبلغ هذه الخطورة بعد الحشد وفتوى السستاني التي تفضلت بها قامت هناك شبه دولة داخل العراق الحشد الشعبي كلنا يعلم أنه له ميزانية كما تفضل الحضور الضيوف له ميزانية وله إمكانية وله عدد وله أسلحة ثقيلة جدا بل أن بعض الأسلحة الآن التي لا يمتلكها ما يسمى الجيش الرسمي يمتلكها الحشد هنا الولايات المتحدة أدركت الآن خطورة الوضع في العراق وأن إيران على وشك أن تقوم بانقلاب عسكري يطيح بنظام العملية السياسية الذي أوجدته هذه القوات الاحتلال وبالتالي إمكانية أن يحل أبو مهد المهندس العامري هذا المثلث هل تعتقد أن أمريكا الآن مع إيران برسم أو في مرحلة التصادم بحيث الكل مجمع وخاصة في النقاش اللي جرى في مرحلة سابقة أنه ثمت لحد الآن ثمت تخادم أمريكي إيراني في العراق قد مختلفون في مناطق أخرى إلا في هذه الرقعة في العراق ثمت تطابق بك الآن نحن عندما تحدث حضرتك عن أنه الولايات المتحدة الأمريكية قد تخشى من انقلاب إيراني بفعل أن هناك أسلحة كثيرة بيذ هذا الحجد هل وصلنا إلى نقطة التصادم والافتراق والطلاق بين الأمريكيين والإيرانيين لا أنا لا أعتقد تصادم الولايات المتحدة الآن تسعى للحلولة دون سقوط النظام العملية السياسية الذي أقامت وهذا هدف إيراني أيضا نعم وهو هدف إيراني هدف إيراني لكن إيران تريد السيطرة الكاملة فيما تريد أمريكا أن يكون لإيران نفوذ أمريكا بحاجة إلى إيران يجب أن نعلم أن إيران حاجة استراتيجية للغرب واللولايات المتحدة لا زالت إيران قادرة على تقديم أنواع من الخدمات للولايات المتحدة التي لا تستطيع أن تقوم بها إيران تستطيع شق المجتمعات العربية قلنا هذا مرارا طبعا وتذكيك المجتمعات العربية بأيديولوجية معينة محددة طائفية الآن المشكلة وين أن الإيرانيين تغولوا في العراق وكلنا يعلم أن عادل عبد المهدي واللي قبله واللي سيأتي بعده هم ضعاف جدا لا يتمكنون ويستطيع الحشد برأس المثلث من قيس الخزعلي وأبو مهدي المهندس والعامري إزاحة من يريدون وبالتالي وجود القوات الأمريكية الآن لتأمين العملية السياسية ووضع حدود ممكنة للسيطرة على بغداد وجوارها طبعا هناك إجراءات أخرى لسنا بصدد الدخول فيها أشكرك دكتور رافع الفلاحي راح نخلي الجواب ما لك قبل الفاصل وبعد الفاصل في قضية الميليشيات الموجودة الآن واللي يتحدث عنها دكتور فالح أنه تتبع إلى قضية إيران هل تعتقد أن الميليشيات الآن أصبحت بشكل رسمي وعملي ولا جدال فيه ولا نقاش أنها النسخة الأخرى من الحرس الثوري الإيراني الذي أحكم قبضته على العراق وبالتالي يبدو حتى الأمريكان إذا سلمنا بقضية الاختلاف مع إيران في حيرة وهم قلقين ما راح نقول خايفين من عملية تغول إيراني أكثر واستحواذ على العراق برمته هل أصبح الحرس الثوري الإيراني؟ داني يعني أعرج على كم نقطة وصولا إلى هذه القضية ما أتحدث به دكتور أخي الدكتور عبد الحميد حول الميليشيات عندما دمجت بالجيش بعد عام 2003 الميليشيات دمجت بالجيش عندما أسس بريمر الجيش العراقي الجديد ما أسمى بالجيش العراقي الجديد في العراقي الجديد دمجوا الميليشيات بالجيش خلي بس أذكر نقطة أيضا جرت عملية تطهير الأجهزة الأمنية من الميليشيات في مرحلة لاحقة ربما أقيلت أخررت عناصر لآخره لا أدري مدى فاعلية هذه القضية استبدال استبدال في عام 2014 بعد ما حصل في الموصل جرت العملية بالعكس تم دمج الجيش بالميليشيات إذن الأساس الذي في العراق يقدم العراقي الميليشيات أسست هذه الميليشيات بالرعاية الأمريكية الإيرانية طبعا قسم منها أسس في إيران والباقي أسس في العراق قبل 2003 كانت منظمة بدر هي الأساس التي أسس ودخلت معها 2003 تحت المظلة الأمريكية وفعلت ما فعلت وكل الميليشيات التي أسست فيما بعد في العراق الحقيقة هذا التأسيس لم يأتي اعتباطا أمريكا تريد فوضى في العراق وإيران تريد فوضى في العراق وهذه الفوضى من القادر على إدامة هذه الفوضى ليس سوى العصابات لأنها ستقوض كل الأسس المبنية في العراق التي موجودة في العراق بال2003 من تأسيس الدولة العراقية عام 1921 لغاية 2003 طبعا المسجل الآن ضمن ميليشيا الحشد والدولة التي تعترب بها وتمولها حوالي 60 إلى 70 ميليشيا والعبار يتحدث عن 100 ميليشيا أخرى خارج إطار الدولة العدد كبير تحقيقة ولا يمكن أحد أن يحصره لأنه مسميات غريبة عجيبة وأعداد كبيرة وعادياتها مختلفة ومرجعياتها مختلفة مصيبة كبيرة الحقيقة لكن يعني دعني أقول أنه هناك أسس اقتصادية سياسية اجتماعية أمنية هذه العصابات تولت مهمة تقويض هذه الأسس وفعلت هذا بجذارة الحقيقة هجرت الناس قتلت الناس اعتدت عن الناس وما فعله في العراق ما فعله في العراق من عام 2003 لغاية الآن يكفي يعني هذه يعني ربما أعداد القتلى من العراقيين يفوق المليون على يد هذه القوات الميليشياوية والقوات الاحتلال أكثر من مليون ونص الآن الحقيقة هذه لها مهمات خاصة الأمريكان هم الذين رعوا هذه وأسسوا هذه الميليشيات العملية السياسية لكن الآن دكتور إذا سمحتني الآن أيضا هناك قلق أمريكي تحذير أمريكي من تغول وسيطرة هذه الميليشيات هناك بعض من الميليشيات أو قارتها مدرجين على قوائم الإرهاب سأقول لك لذلك أصل إلى سؤال حضرتك حوله وصلوا إلى الآن هو الحرس ثوري الآن في العراق نعم سؤال رئيس نعم نعم هذه الميليشيات بهذا الشكل وبرعاية أمريكية وبرعاية إيرانية والإطار الذي تتحرك به والضامن لحركة أي العملية السياسية ممكن أن نوقف الإجابة إلى ما بعد الفاصل أو ثم أسمع الإجابة إذن نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكبار النقاش مع ضيوفنا هنا في طاولة حوار ابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر عبر الإنترنت ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدي كرام في هذه الحلقة التي تبحث في التصفيات أو معتبر التصفيات بينية بين الميليشيات الطائفية وفرق الموت الخاصة في العراق في طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني والدكتور فالح الخطاب دكتور رافع تفضل ما الجوابك وصلنا إلى الحديث عن العملية السياسية العملية السياسية خط أحمر إيراني وخط أحمر أمريكي لا تضحية بالعملية السياسية هذه العملية السياسية تخدم المشروع الإيراني وتخدم المشروع الأمريكي إذن لا حوار في العملية السياسية ليس هناك يعني مو مشكلة العملية السياسية المشكلة أن هذه القوى الميليشياوية وصلت بعد الموصل للدرجة اللي يقف فيها هادي العامري يقول بأن هذه الميليشيات الحشد ما سماه بالحشد الشعبي هي أقوى قوة في العراق الآن الجيش العقائدي سمي يعني جيش العقائدي هم لم يصلوا إلى الجيش العقائدي هم يريدون الوصول وهذه جزء من هذه التصفيات لا علاقة بهذا الموضوع إيران تريد وقالتها أكثر من مرة يعني رئيس الحرس الثوري الإيراني قالها أكثر من مرة السابق والحالي يقول أن التجربة في إنشاء الحرس الثوري الإيراني نحن يعني على استعداد كامل لتطبيقها بالعراق وإذا محتاج العراق تطبيقها نحاضرين لتطبيق هذه إيران تسعى لهذا الموضوع أن تؤسس جيشا عقائديا من هذه الميليشيات يحكم العراق هو فوق أي دولة بشكل واضح ومباشر وصريح لا يحتاج إلى لبس الآن الحرس الثوري الإيراني هو فوق كل الدولة قالها أحد قارة الميليشيات دكتور ما هي الدولة شنه الدولة شنه الكذا أمام الفتوى وأمام الحجد المقدس نعم لذلك هناك الآن سعي وصولا إلى هذه المرحلة لم يرصلوا هذه المرحلة يريدون الوصول إلى هذه المرحلة لكن هناك معوقات معوقات كثيرة هناك تظاهرات قوية في الجنوب الآن حاضنتهم ضدهم الآن يجب تصفيتها هناك شركاء داخل هذه من ميليشيات تحاول قضم مساحات منهم وأخذ مكاسب مثلما تحدث ضيوفك الدكاتورة هذه أيضا حقيقة ومن اعتقلوهم بهذه علاقة بهذا الموضوع مكاسب أخذوها لصالحهم قضموا بعض الكذا لديهم توجهات وطموحات لأن يكون لهم سلطة في هذا هذا تريد إيران تريد جيشا عقائديا خالصا تضاعه يعني رئيس حربة تقاتل به من أجل مشروعها لا تضحي بالإيرانيين تضحي بهؤلاء والقتال به غير مقتصر على الجغرافية العراقية نعم في جغرافية أخرى بتمويل غير إيراني بتمويل بشري ومادي غير إيراني ويدافعون عن المشروع الإيراني هذا ما تريده هذا الذي يحققه جيش عقائدي أمريكا ربما انتبهت لهذا الموضوع وكيد انتبهت لهذا الموضوع الآن جزء من هذه القضية جزء مما يحدث يقال أن هناك عدم رضا أمريكي هناك حساسية بين الأمريكان تهديدات ميليشياوية للإيراني هذه كلها كذبة وجودهم في العراق غير ما يحتاج إلى قرار هذه كذبة هم يعرفون من البداية نعم شيخ الميليشيات نوري المالكي وقع على اتفاقية عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة معابوش اتفاقية أمنية تقول أن الأمريكان من حقه من يقومون قواعد ويحكمون وهم مسؤولين عن الجو في العراق ومسؤولين عن حماية قضية كبيرة وهم يعرفون هذه القضية وهذه كذبة كبيرة نعم وهذه قضية يعني مجرد إعلامية لإلهاء الشعب وجعل الشعب يدخل في تساؤلات وحوارات ومشاكسات ليس لها لا أول ولا آخر ولا تتهي وتفيدهم طبعاً هذه العامل زعيم ميليشيا بدر نفى أن تكون الاتفاقية الأمنية متضمنة استدعاء قوات أمريكية أو إقامة قواعد برية في العراق فقط للمستشارين هذا ما قال نعم الاتفاقية نشرت وكل الدنيا قرأتها نعم وبها بنو سرية هذه لا نعرف لكن المنشور من عدها يقول أن هناك قواعد وهذه الحقيقة والأمريكان يعتمدون عليها وكان الاحتلال من البداية بألفين وثلاثة شكل وبعد الاتفاقية صار احتلال تعاقدي نعم تعاقدي وقعوا بعقود معينة وهذا احتلال تعاقدي دخلوا من الشباج دخلوا من الباب هذه قضية أخرى نعم المهم في هذا الموضوع هم يريدون أن يعملوا هذا الجيش العقائدي أمريكا هذا الجيش العقائدي ربما سيقضم كثير من مساحتها من هيمنتها على العراق من قدرتها بالتحكم ومصالحها بالعراق وبالمنطقة تريد أن تدفع هؤلاء باتجاه احترام الحدود المتفقين عليه هذا التخادم الأمريكي لإيران ليس أكثر لا مواجهة ولا الميليشيات قادرة أن تفعل شيئا لأمريكا ولا أمريكا راغبة أن تفعل شيئا لأن هي من حمتهم جوا ومن قاتلت بهم في الموصل والرمادي وغيرها وما زالت تقاتل بهم وتقدم لهم الاستشارات وأسلامهم وإيران يعني عامل مباشر من عوامل تحرك الأمريكي في المنطقة وتهديد المنطقة وابتزاز المنطقة دكتور عبد الحميد الحكومة أو القريبين من الحكومة يدفعون التهم التي تكال إلى الميليشيا الحشد بممارسة الاغتيالات السلب النهب التطاول الاعتداء على المال عام أن هناك من يستخدم الحشد يعني أذكر مستشار إعلامي لرئيس الحكومة أن هؤلاء الذين يستخدمون مضلة الحشد يستخدمون في بغداد وفي كل المحافظات العراقية يعني أليس غريبا أن هؤلاء الذين يستخدمون اسم الحشد يعيثون فسادا في العراق من شماله إلى جنوبه يعني هل هذا الدفوع مقبول منطقي موضوعي أنه والله مندسين على الحشد يعني بداية هو مثل هذا الأمور أو هذا الإعلان كما يقال يعني هو يدينهم لأنه طيلة السنوات الماضية كانت ترتكب هذه الجرائم بأسماء أو تحت راية ومن ضلة هذه الميليشيات والكل ساكت عنها يعني ليست هذه الجرائم هذه الابتزاز هذا الآثار السيئة على الشعب العراقي هي جديدة وإنما منذ سنوات إلى الآن وطيلة السنوات الماضية هناك تعاون بينهم لذا هذا القرار هذا الإعلان الذي يريدون كأنه يدافعون عن أنفسهم أو يبررون مثل هذا التصرفات هو في حقيقة الأمر يدينهم أنفسهم ثانيا هذه الجرائم من ابتزاز من منع مثلا الناس ممارسة أعمالهم وأرزاقهم على سبيل المثال يعني قبل أيام فقط في مدينة القائم 1600 مزرعة ممنوع أهلها من العودة إلى مزارعهم بسبب أنه الميليشيات تمنعهم نعم والحكومة لا تستطيع أنه تفعل شيء طيب الآن هل سيصحح هذا الوضع؟ هل هذه الجرائم هي مقتصرة على جزء من هؤلاء؟ أم كل الرايات الميليشيوية هي مشتركة بمثل هذه الجرائم؟ لذا هنا يجب أن نسأل سؤال أحيانا ربما الاختلاف في زوايا النظر يؤدي إلى اختلاف التوصيف وربما استنتاج نتائج أيضا مختلفة الناس الآن تنظر إلى هذا العمل التصفيات الميليشيات وإلى آخرين أنه كأنه هو تصحيح للخطأ وهو ليس كذلك لأنه من المتضرر من الميليشيات الآن؟ يعني ما هي الآثار التي تقوم بها هذه الميليشيات؟ ضررها على الناس من ابتزاز وغيرها وهذا سيستمر طيب ضررها الآخر وهو فيما بينهم نوع من عدم الاستقرار هم يريدون تصفية هذا الجسم حتى يصلوا إلى النتيجة التي ذكرها الدكتور اليوم صناعة جسم حرس دوري إيراني باسم عراقي بشكل عراقي حتى يصلوا إلى هذه النتيجة يجب أنه تصفى ويتم تصفية الصفوف فيما بينهم تكون نواة صليب قوة بدل هذا التشتت فيما بينهم فليس أكثر من هذا تأتي هذه التصفيات وهذه المنافسات ليست أكثر ونأقل وإلا هل سيستقر الشارع العراقي؟ هل سينتفع الشعب العراقي؟ وهذه نقطة الآن هناك سخط غضب شعبي من ممارسات هذه الميليشيات كانت أيضا هذه الميليشيات رئيس حربة في التصدي للتظاهرات خاصة في البصرة وجنوب العراق اعتداء على المال العام هناك نقمة شعبية دكتور فالح الخطار إذا هذا الضغط الشعبي هذا السخط الشعبي على الحكومة على الحكومة وعلى الأجزاء الأمنية التقليدية تتوقع قد تضطر إلى مواجهة هذه الميليشيات على الأقل تخفيف غلوائها كبح جماحها أم ستبقى مطلقة العنان والمجتمع والدولة يا إنان وهذه قد تكون إلى مرحلة انتقالية يعني كل من ينظر في الوضع الحالي يدرك أنه لا توجد حكومة قوية في العراق لا توجد حكومة قوية على الإطلاق هناك حكومة متعثرة هناك وزارات شاغرة هناك فساد ضارب هناك محاصصة كل ما تستطيع قوله عن العراق بل كل ما تستطيع أن تتخيله أو لا تتخيله هناك أمر كثيرة غير متخيلة تحدث لأول مرة حتى ضمن برامج الفساد العالمية التي يقال عنها وبالتالي لا تستطيع نحن نتذكر جيدا أنه حكومة نور المالكي عندما شنت حملة فيما سمي صولة الفرسان لم تكن حتى ذلك الوقت لم تكن لتستطيع أن تنجز هذه المهمة لو لا الدعم العسكري الأمريكي المباشر ولك أن تتخيل الآن الحشد الشعبي والميليشيات الكثيرة وتغولها كيف تستطيع الحكومة الحالية بوضع مهتر هي عندها فقط مجموعة من القوات قوات التدخل السريع هذه أو الفرقة الذهبية وما عدا ذلك ليس عندها إمكانية لأي مواجهة مع الحشد الشعبي أو مع الميليشيات ولكن الحشد هو نفسه يقوم بمحاولة ضبط نفسه من خلال قص بعض أطرافه غير المنضبطة من أجل أن يسيطر تماما على الوضع نعم دكتور رافع الفلاحي هل أصبح المجتمع يعتقد أو ينظر إلى هذه الميليشيات على أنها الخطر الحقيقي الآن بعد ما يسمى بخطر الإرهاب بعد قضية تنظيم الدولة الآن هذا الخطر الحقيقي والحقيقة هناك يعني على الأقل جرب تجربة عملية من قتل أكثر من 22 أو 25 متظاهرا في البصرة وفي الجنوب هم ميليشيات الحشد وطبعا حتى الناس أحرقت مقراتهم واتهمتهم وأنهم هم الآن من يسفكون الدماء هذا الخطر الحقيقي على المجتمع هل تتوقع أن المجتمع سيستكين أمامه تحدث دكتور فالح الخطاب أن الحكومة ضعيفة إن لم تكن متواطئة مع الحشد يعني هذا الخطر للمجتمع كيف يمكن أن يقابل من قبل المجتمع نفسه طبعا ما تقول فعلا حقيقي لأن المجتمع يشعر بالخوف جدا والخطر الحقيقي أمامه هذه الميليشيات الحقيقة مو فقط في مواجهة بالرصاص والسلاح لكن المجتمع يعاني من بطالة عالية يعاني من فقر يعاني من تخلف من أمية فيما يخص البطالة كل القوات التابعة إلى هذا الحشد لا تعاني من بطالة لحد الآن للمعلومات يقولون أن هذا الحشد هو جزء من القوى الأمنية لكن هو لوحدة فاتح باب التطوع لقوات حجداوية ميليشيات الآن يتطوعون لماذا يتطوعون؟ الموصل انتهت والشعب يطالب بتصفية هذه الميليشيات لسنا بحاجة داعش وأعلنتهم إعلانا واضحا أن داعش قد انتهت والإرهاب قد انتهى وهناك فلول معينة هذه القوات قادرة كقوات أمنية والجيش قادرة وأمريكا قالت وترامب قال سنعلن خلال أيام قريبة قادمة الانتهاء من داعش نهائيا ومن كل الإرهاب في هذه المنطقة في سوريا والعراق ويعني دعنا نتحدث فقط عن العراق هذه الحقيقة طيب ما الحاجة لأن تفتح باب التطوع الناس تدرك أن هؤلاء مضمون رواتفهم البطالة ستبقى كما هي لأن هؤلاء قوات خاصة هؤلاء حرس لحماية مشروع قادم يعرفون الشعب الآن يدرك المشروع القادم الحشد هذه الميليشيات قبلت أن تكون تحت هيكل الدولة لفترة معينة أن تضمها القوات الأمنية بقرار يضحك على عقول الناس يضحك على عقولهم بأن هذه القوات تابعة للقوة الأمنية ويجزء من القوة الأمنية هذه لمرحلة تغطيها هذه ستارة تغطيها والهدف الرئيس الهدف الرئيس فيما بعد هم لن يقبلوا هؤلاء هذه الميليشيات لن تقبل بهذا الدور لن تقبل بهذا الموقع هي من ينتقل إلى الأمام وكل هذه القوة يجب أن تكون تحتها وتحت مظلتها إن أرادت ولن تريدها لأن الغاية هي أن يعملوا جيشا من عقائدين هو جيش ثوري عراقي حرس ثوري عراقي هذا هو الذي يحكم هذا بيد الميزانية العراقية هو من يتحكم في توزيح وشكلها وإل من يعطي وإل من لا يعطي وكيف التسليح وشكل التصليح وكيف يتعامل مع الناس هذه الحقيقة هذا ما موجود في إيران فبالتالي الناس تشعر أن هذه الميليشيات التي انتهت وبعد ما قدمت تضحيات الناس أيضا قدموا تضحيات بغض النظر أنه الأهداف منهم كثير من هؤلاء ذهبوا لأنه بطالة عالية واشتغلوا بهذه الميليشيات وراحوا إلى حروب وقتلوا لكن لم يحصلوا على شيء الحقيقة الفقر زاد اليوتوم زاد الأرامل زاد قضية غريبة عجيبة والمدن تزداد تهالكا وانتهاءا وخاصة المدن التي يقولون أنها الحاضنة لهذا المد الشيعي مثل ما يتحدثون هذه المدن الآن تعاني يعني الويلات كوارث حقيقية فيها فكيف يمكن القبول بهذه القوات التي تأكل الأموال تعتدي على الناس تتحكم بالناس يعني تقمع حتى من يطالب بحقوق البسيطة تقمعه التالي هناك خطر يشعر به سكان العراق كلهم من الشماء إلى الجنوب سنة شيعة أكراد عربا الأكراد تم عدم مشاكل مع هذه الميليشيات أم أيضا الكل يشعر أنه هذا خطر كبير جدا جدا والخطر الأساسي هو إيران لذلك شهدنا في التظاهرات الأخيرة هذا الخط الأحمر قد كسر كسر كبير وشهدنا شتائم تقال بحق قادة إيرانيين مثل خامنئي وغيره وغيره لم يكن يجرى أحد على تلفظ أسماءهم مقرات القنصرية الإيرانية تحرق بهذه الطريقة مقرات لحرص ثوري إيراني موجودة أحرقت وهذا كل من شعور الشعب أن إيران هي وراء كل هذا الخراب وراء هذا كل هذا الدمار وهذه أدواتها في العراق هي هذه الميليشيات دكتور فارح الخطاب يعني هناك تمسك عجيب بهذه الميليشيات على الأقل من قبل الدولة كيف يمكن أن تقنع الرأي العام أنه هناك حاجة أمنية ذكر دكتور رافع عنه وهم قد أعلنوا الحكومة انتهى العمليات العسكرية ضد تنظيم الدولة أو تنظيم داعش لماذا هناك تمسك بهذه الميليشيات التي هي عبأ أيضا مالي وسياسي على الدولة وأصبحت حتى عبأ أمني على المجتمع في ضو هناك جيوش مليونية أو جيش مليوني من الجيش من القوات من الشرطة من الفرق الذهبية من فرق مكافحة الإرهاب من إلى آخره هناك تمسك عجيب بهذه الميليشيات يعني المجتمع كيف سيقتنع يعني المجتمع في العراق ليس له أهمية في نظر من يقومون الآن على العملية السياسية الشعب ليس له ليس له أي مكان لا في الاعتبار ولا في التخطيط ولا في التنفيذ ولا في تلبية المطالب والحاجات المسألة الأمنية في العراقية المهم والمسألة الأمنية ذات شقين شق تقوم عليه الولايات المتحدة وتريد أن تبقي على العملية السياسية وما جاء الاحتلال من أجله والشق الثاني تريد إيران من خلال الإبقاء على رموزها وعلى هيكلة قوتها في العراق وبالتالي أن زيادة عديد هذه القوات وتسليحها هو الضامن لهم لأنهم يفتقدون لأي مشروعية على الإطلاق ليس هناك أي مشروعية للعملية السياسية في العراق على الإطلاق الناس كفروا بهذه العملية ورأوا منها كل ما يسئهم هناك فساد هناك بطالة هناك مرض هناك فقر هناك يتم هناك شذوذ هناك مخدرات وبالتالي الكل يعلم يعني لو أتيحت فرصة للعراقيين لفعلوا الأفعيل في العملية السياسية ورموزها وبالتالي الحل الوحيد هو القوة في مواجهة الشعب القوة لأنه كما نعلم التخطيط الأمريكي لإحتلال الأمريكي لعراق ما بعد 2003 أن لا يكون لديه جيش لمهمات خارجية ليس هناك عقيدة عسكرية إنما هناك جيش للقمع الداخلي هذا فقط الموجود وهذا هو المطلوب أشكرك دكتور عبد الحميد العاني هل كانت هذه الميليشيات حقا حاجة أمنية عراقية أملتها مرحلة ما مخاطر ما أمن القضية فيها بعد إقليمي لا علاقة له بالحاجة الأمنية العراقية لا كلاهما يعني هذا هذه المشروع الإيراني لكن استثمر تلك المرحلة يعني الحاجة الأمنية العراقية متعلقة طبعا مقتضى خارجي وعليه هو الأساس هو هذا أنه إيجاد هذا الجسم لاستمرارية هذا المشروع يعني نحن يجب أن ندرك أن العملية السياسية كمشروع أمريكي إيراني يجب أن تستمر وهذا المشروع تستمرت الدولة والمجتمع من هذه الميليشيات ما هي الفائدة هنا هذا المشروع له واجهة ديكور هذا الديكور هي الحكومة الحالية لكنه من يحميها ومن يقومها يجب أنه لأنه ليس لهم أداء سياسي وفعل على الواقع يعني لخدمة البلد والمجتمع لذلك لا بد لهم من حماية وهذه الحماية يعني القوة العسكرية القوة العسكرية هذه يكون عبر جسمين جسم شكل اللي هو الأجهزة الأمنية الحكومية الرسمية التي هي مخليط من الميليشيات والجسم الثاني اللي هو الجسم الميليشياوي بعنوانه الصريح الذي يحمي هذه الحكومة الديكورية فهناك تعاون الحكومة هي غطاء سياسي لهذه الميليشيات والميليشيات هي الحامي الأمني أو القوة الحامية لهذا الديكور ولهذه المناصب ولذا اليوم نرى أن هناك تداخل وتعاول بين الاثنين ولا يمكن أن يكون هناك اصطدام بينهما بل الاستثمرار في هذين المشروعين يكمل أحدهم الآخر شكراً لدكتور عبد الحميد العاني نسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين وشكراً لدكتور فال الخطاب الكاتب والباحث السياسي طبعاً سنتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي لنستمع منا إلى خلاصة ما جرى بالنقاش في هذه الحلقة اشتركوا في القناة دكتور هذه الميليشيات أغدقت عليها في المرحلة السابقة الكثير من الفتاة والدينية التقديس إلى حد اطفاء عليهم هالة التقديس أغدق عليها الكثير من الأموال كانت لديها آلاف من العناصر بذريعة أنها ضامن أمني للدولة والمجتمع الآن هذه الميليشيات أضحى أنها خطر يهدد الدولة والمجتمع هذه الظاهرة الميليشيوية لو استمرت بهذه الممارسات الآن إلى أين ستقود الدولة والمجتمع؟ أستاذ ماجز السياسة الإيرانية تعتمد ربما يقال طبخ على شمع بهدوء على نار هادية على نار هادية كانت تعمل طوال هذه السنوات وصولا إلى هذه المرحلة وما بعدها وصولا إلى الحرص الثوري العراقي التي تحتاجها مشروع سيحتاج هذه القوى لذلك أسست هذه الميليشيات ودعمتها لا توجد ميليشيات في العراق لكن هناك نفور مجتمعي من هذه الميليشيات نعم نفور مجتمعي نفور مجتمعي إيران تريد الآن سيطرة بهذه الميليشيات على هذا المجتمع هذا المجتمع قد فتته ليس فيه قابلية هي تعتقد والحكومة تعتقد هكذا ليس لديه قابلية على مواجهة هذه الميليشيات وهم يعني فيه خطأ وهم كبير هذا الشعب إذا ما قام سيواجه أعتى القوى وتجارب التاريخ كثيرة كثيرة ليس في العراق فقط لكن في كل العالم حتى الذي جرى في البصر كانت مواجهة حيدت فيها الميليشيات أو اضطرت أن تتراجع ستتحيل هذا هذا إيران تسعى الآن بالسرعة لكي تؤسس إلى هذا الحرص الذي يحكم كل شيء المال بيده الاقتصاد بيده تجربة إيرانية نعم تجربة إيرانية لذلك الآن كثير من القوى الشعبية بالذات متخوفة من هذه القضية ويجب أن يكون لديها موقف من هذا الموضوع هناك اعتقالات هناك القتل هناك من قتل هذا الرواي قبل أيام من الميليشيات من قتل قبله من اعتقل كل هذه الميليشيات ومن استخدمهم نور المالكي في 25 شباط هي الميليشيات وبالتالي يستخدمون هذه الميليشيات إيران كانت موافقة على هذا الموضوع وصولا إلى مرحلة أن تؤسس هذا الجيش العقائدي هي الآن في مرحلة الإعلان عن هذا وصولا إلى الإعلان عنه هنا تكمن الخطورة وهنا يجب على الشعب أن يتحرك لأن وجود هذا سيؤدي إلى أنهاء الحراق والانتهاء منه وعلى ذكر يجب أن نذكر أن كل الدول الخليج وكل الدول المحيطة بالأرق متخوفة من هذا القرار وتلغط على أمريكا بهذا الاتجاه وتتكلم مع أمريكا بهذا الاتجاه قصف ضوء تهديدات الميليشيات وقصف أيضا لها الحدوث شكرا جزيلا دكتور نلتقي في الأسبوع القادم